القوى الوطنية والاسلامية في فلسطين الاضرابة الشامل والخروجة بمسيرات تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومات الاسلامية حماس اسماعيل هنية ونعت القوى في بيان صحفي هنية واكدت ان هذا الاغتيال الجبان لن يكسر ارادة الشعب الفلسطيني وصموده بل يزيده تصميما واصرارا على المضي قدما بتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية حتى الحرية والاستقلال اذا وكانت حركة حماس قد اكدت في وقت سابق صباح اليوم اغتيال هنية في غارة صهيونية يرجح ان تكون صهيونية على العاصمة الايرانية طهران وذلك خلال مشاركتي في حفل تنصيب الرئيس الايراني الجديد كما عبر النازحون الفلسطينيون عن حزنهم اثر اغتيال رئيس حركة حماس اسماعيل هنية في مقر اقامته بالعاصمة الايرانية طهران واكدوا ان سلسلة الاغتيالات التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق السياسيين وقادت المقاومة لن توقف النضال ضد الكيان الصهيوني مراسلنا بغزة شعب يوسف بعث بتصريحات التالية والله خبر صادم صدمة والله وبنتمنى من الله انه يعني الامور يعني مش عارفينيش تصير في الوضع واحنا اذا ما استشهد قائد بطلع قائد بدله والله خبر يحزننا وهذا الشيء يعني معنا هيك اليهود ضد السلام وضد الامان ولا بدهم لا امان لغزة ولا بدهم سلام لغزة ولا بدهم مفاوضات بدهم شلال الدم يظلوا مستمر شعب فلسطين كله هنية كله مقاومة كل اهل فلسطين مقاومة على الاحتلال ان يرحل فقط خبر محزن انه اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ايش محزن هالشعب عامة كمان لكل الدول العربية شكرا